أقول له الحمد لله على السلامة وأقول له بنحبك بنحبك بص أنا الخطيب ده بالنسبة لي أنا شخصيا وأنا متأكد أنه بالنسبة لكل الأهلوية بالذات اللي عاشوا وتربوا وشافوا كابتن محمود الخطيب وهو في الملعب الراجل ده تحط عند الأهلوية في مكانة خاصة جدا وحالة عيش ومستمرة دايما بيقولك أنه الحفاظ على النجاح أصعب من الوصول لي والكابتن محمود الخطيب على مدار تاريخه كله سواء كان لعب سواء كان إداري وصولا لأنه بقى رئيس النادي الأهلي يظل الحقيقة في مكانة خاصة جدا شخص الحقيقة مش ممكن تفتكر له موقف وحش شخص مش ممكن تفتكر أنه صدر منه شيء مش كويس شخص الحقيقة بيكنله كل جماهيل الكرة المصرية قبل الأهلوية كل الاحترام والتقديره بكرة كابتن محمود الخطيب بيحتفل بعيد ميلاده كل سنة وانت طيب يا بيبو يا رب تكون سنة سعيدة عليك ربنا يكتب لك فيها ويحقلك فيها كل اللي انت بتحلم بيه وكل اللي بتتمنىه ويديك فيها الصحة والسعادة كل سنة وانت طيب يا خطيب ترجمة نانسي قنقر